اقتربت أيام الهلوين ويسأل الناس العوام أو بعض القائمين على الأمر في المراكز الإسلامية ما القول في تنظيم أنشطة وفعاليات في هذه الليلة لكي تكون بديلا من الاحتفال بالهلوين حتى نقي شبابنا وناشئتنا من أن تتخطفهم هذه النداءات البدعية أو الشرقية الجواب عن هذا أن الاحتفال بالهلوين من أسوأ ما لدى القوم من احتفالات بدعية الحزم تجنب ذلك بالكلية لكن أيضا التفكير في شغل الجالية وأطفالها في هذه المناسبة بنشاط موازن مما تختلط فيه المصالح والمفاسد فهو من ناحية يتضمن مصلحة صرفهم عن هذا الباطل والحيلولة دون تعلقهم به لكن أيضا يتضمن مفسدة استحداث نشاط دوري في هذه المناسبة يخشى أن يكون إحداثا لعيد وإن كانت مفرداته مشروعة وقد تمهد أنه ليس لنا إلا عيدان الفطر والأطحى كما يخشى ارتباطه في أذهان ناشئتنا بهذه المناسبة المنكورة ده ما تختلط المصالح بالمفاسد على هذا النحو وما أكثر ما تختلط في أزمنة الفتن وغربة الدين نعمل بقاعدة تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين في الجاليات التي رق دين أولادها وعوامها قد يكون في هذا البديل دفع لمفسدة أعظم مع الإجتهاد في تجنب المشابهة وتحقيق المخالفة في التفاصيل ما أمكن بأن تكون هناك مسابقات ثقافية وفقرات ترفيهية لا تتضمن مفردات الكاند التي يوز على الأطفال في هذه الليلة ونحوه مما تتضمن احتفالات القوم والعلم مما يدعم هذا التوجه كون نهايات الإسبوع بطبيعة الحال موضعا لنشاط دائم للجالية مختلف في فئاتها العمرية فلا حرج في تخصيص الأطفال بشيء من العناية لكن بما ينأى بنا عن التشبه بالقوم ما أمكن كما تقدم أما في الجاليات التي لا تزال على بقية من عافية في أمر دينها فقد يكون البقاء على أصل المنع هو الحزم والداعية كالطبيب يضع الدواء في موضع الداء وقد روي في بعض الآثار لا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم وكونوا كالطبيب يضع الدواء في موضع الداء ترجمة نانسي قنقر